خلينا نروح يمكن لموضوع تاني كمان يا شازلي من كم يوم انطلقت حملة طرق الأبواب للتطعيم ضد فيروس كورونا وده طبعا لرفع المناعة المجتمعية ولمواجهة الفيروس مهم جدا هذه الحملة ولقيت إقبال شديد طبعا بكل تأكيد خلال الفترة أو الحملة خلال الفترة اللي فات تم تطعيم 432 ألف ومائة مواطن بلقاح فيروس كورونا خلينا نرف تفاصيل أكثر عن هذه الحملة من الدكتور حسام عبدالغفر المتحدث باسم وزارة الصحة صباح صباح الخير عليك دكتور صباح الخير يا شازلي صباح الخير يا شازلي صباح الخير يا شازلي صباح الخير على حضرتك يعني حابين نعرف إن حضرتك حملة طرق الأبواب مستمرة لحد إمتى يعني هو الحقيقة إحنا الدولة المصرية حققت كثير من النجاحات في ملف التعامل مع الاتشار الوبائي لفيروس الكورونا الكوفيد 19 والاستمرار هذه النجاحات والحفاظ على الصحة العامة وتقليل أعداد الإصادات وتقليل أعداد الوفيات وأعداد المرضى المستاجين إلى الدخول في المستشفيات تنضح منظمة الصحة العالمية باستمرار التلقيح والجرعات المنشقة للمواطنين حمل طرق الأبواب دي واحدة من الحملات التي تخدم بها وزارة الصحة للحقاب على الصحة العامة في التعامل مع فيروس كورونا أعداد انطلقت في 29 يناير في محافظات الملوكية والمينيا وأصيط وإنا وبكرة إن شاء الله ستنضم محافظة القليو دي خلال الأيام القليلة دي أقل من أسبوع نجحنا في تطايمة يقرب من نصف مليون مواطن من خلال فرص المدربة اللي بتزرور التجمعات، البيوت، المولات، الأماكن، محطات القطارات، محطات التوليسات، المساجد، الكنائس للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين اللي بيسمى تطايمهم بالبرعات التنشيطة عظيم طيب دكتور حسام على أي أساس اخترنا هذه المحافظات عشان نبدأ بيها وهل في نيتنا نحن نتوسع بحيث نحن نشمل كل محافظات الجمهورية؟ ها هي الحملة سوف تستمر لتصل إلى الـ 27 محافظات نحن نبدأ بالمحافظات اللي كانت بيها نسب تطايم أقل من غيرها اللي بتنسبة للجرعة التنشيطية عشان نصل بيه جميع المحافظات إلى ما يقرب من الحد اللي أعلنته من الضمانة الصخة العالمية لضمان الوقاية وهو 70% من الفئات المستهدئة هل بنتكلم يا فاندب أن فيه شروط معينة يمكن للمستهدفين من الحملة؟ لا مفيش أي شرط القصة مرتابطة بالمحالة العمرية نحن نقعه فوق الـ 12 سنة ولكل المراحل العمرية الفكرة بس أنه من ليس عنده أمراض مزمنة ومضى على تلقيحه أكثر من ستة أشهر وكان سنه أقل من ستين سنة بياخد جرعة تنشيطية اللي عنده أمراض مزمنة أو سنه فوق الـ 60 سنة ومضى على تلقيحه ثلاثة أشهر بياخد الجرعة تنشيطية هل فيه لقاحات معينة يمكن بياخدها كمان يعني هل فيه حاجة مثلا يعني زيادة بياخدها مثلا المستهدفين من الحملة دي؟ يعني هي واحدة يمكن من النجاحات التي يعني أستطيع أن أقول بثقة عائلية أنه الدولة المصرية تفردت بها من خلال توجيهات الكادة السياسية والجهد اللي بذلتها الحكومة ودر صحة السكان والسيد وزير الصحة والسكان أنه إحنا وقدبنا نوفر جميع أنواع اللقاحات التي أجازتها منظمة الصحة العالمية إحنا عندنا اللقاحات الفايزر والوديرنا والسكواتنك والجونسون والجونسون والسينو فارب والسينوفاك بالإضافة إلى أنه بيتم تطبيق مركز بكثيرة للمصر والإفتاح دكتور حسام أستأذر حدك بس لو تقف في مكان في شبك عشان نسمع حضرتك بوضوح طيب المستهدفين من هذه الحملة أو من يتلقى التطعيم هل بنقوم بتسجيله على طول على قاعد البيانات الإلكترونية الخاصة بهذه الحملة بحيث نحن نبقى عارفنا من أخذ الجرعة الأولى والتانية والجرعة التنشيئة وكده؟ أخذ بيتم تسجيل بشكل لحظي إذا مجرد يتصل الحملة صوت حضرتك جير واضح دكتور أخذ حضرتك أنه التسجيل بيتم بشكل لحظي بمجرد ما بتصل الحملة إلى المكان المستهدفين إنه يتصل الحملة إلى المستهدفين أو التواسر معها عملها بيتم تسجيل المستهدفين بشكل تحطي على طاعد الاختار بوزارة الصحة والسكين نعم نشكر حضرتك طبعا الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكين نشكر الليكي فانه